الفيديو ده هنقول لكم طريقة لتنزل ويندوز 11 على اجهازة القديمة طبعا معنا اجهاز منافينه 8 هننزل عليها ويندوز 11 يلا بينا انتو عارفين ان اما حاكتين عشان هننزل ويندوز 11 اللي لازم نتوفر في الكمبيوتر عندك سكيور بوت او تي بي ام 2.0 طبعا الحاكتين دول مش موجودة عندك مش هتعرف تنزل ويندوز 11 فاحنا هنقول الطريقة ان هننزل ويندوز 11 بدون اي كراك بدون اي حاجة يلا نشوف مع بعض احنا هندخل موقع ماركوسوفت الموقع دي هتحرك في الوصف طبعا هننزل ويندوز 11 لانه نكتب مثلا تنزيل كورس ايزو ويندوز 11 ومن حد التنزيل نكتب ويندوز 11 وبعد كده دوس تنزيل ونختار اللغة نختار اين لغة العربية انجليزية حسب ان انت عايزو فرنسية انا اختار انجليزية وبعد كده هتدوس تأكيد وبعد كده نختار هتطبعا بيتنزل وبعد كده نبدأ التحميل احنا بعد ما خلصنا تنزيل الويندوز هننزل بينامج روفيس بينامج ده متخصصة حلقة لنسخة الايزو على الفلاشة وبعد كده ننزل ونحمل هنا النسخة دي نبدأ التحميل ده الملف هتحرجو الرابط على الوصف ونفاجة الملف ده بيتخطي بعد محملنا ثلاث ملفات مهمين ملف زي تخطي سكيور بوت و تي بي ام والبنامج اللي بينسخ النسخة الايزو على الفلاشة والبنامج اللي هنسخة الكمبيوتر بتاعتك قديمة Reverend لو اديمة اختار emergency لو نسخة الكمبيوتر الجديدة اختار طبعا الكمبيوتر اللي هنزل عليه النهار ده كان هي التي كفتهت الفلو تمانية فاختار ايه mbr اختار كده Start كده هننزل عليها بعد كده هننسخ الملف ده uno Copy اللي هن استخطي وننتسخها في الفلاشة. في الشكل ده. وبعد كده نفس الفلاشة. كده خلصنا تنزيل شلنا بقى الفلاشة من الكمبيوتر ده نحطه على الكمبيوتر ايه ده هي الكمبيوتر القديم. بتتنسوش حاجة. اما حاجة تشتروا اس اس دي عشان يصل على عملية التنزيل بالكمبيوتر. حتى الكمبيوتر بتاعتك قديم كود يو ديو. فنزلها على الاس اس دي. نركبها الاس اس دي هنا. علشان ننزل ونصر عليها. عشان تبقى سريع. عشان كبوتر اه قديم وتبقى بطيق شوية. فالافضل تجيب اس اس دي. حتى لو جهازك قديم. كود يو ديو. وحاول تتكبر الرمى قدر ما تقدر. ده ما حاجة تاني يعني. لو كبوتر بتاعتك قديم. واو اس اس دي غالي عليها. فهي عديكم الوابط في الوصف سعر الاس اس دي تبقى ميت جنيه. آآ ساعة الاس اس دي ميتة بلعشين جيجا. هحطوها لكم في الوصف. احنا كده هننزل النسخة. فتحنا الكمبيوتر. هنخش على الفلاشة دوس انتر. هو طبعا بيانا على الفلاشة. احنا كده ادخلنا في وضع التسطيب. احنا نختار هنا. احنا نختار هنا. عربية ايجيت. بعد كده نكست. كده نستور ناو. دوس اي دونت هاف بودل كي? وهنختار هنا ويندوس عاشة برو او اي نسخ انت عاجبك. ندوس ناكست. طبعا مش هي اكتف معك هنا. هيوقف هنا بقى. ليه بقى ان من غير متوقع المنصفات. هندوس وهنعملي بقى هندوس شفت اف عشرة. ونقوم بقى اي اكس اي. اوكي? كنت تدوس انتر. كنت تدوس فايل. اوبن. دوس زيس بي سي. دوس بقى الفراشة اللي عندك. ممكن دوس اول فاير. كنا ندوس تي بي ام سكيورد بوت. اللي هي تخطي تي بي ام سكيورد بوت. على علش اه ندوس اوبن عصدي. ممكن دوس اوبن. بعد كنا ندوس تخطي تي بي ام سكيورد بوت. وندوس ميرج. دوس ياس. دوس اوكي. بعد كنا نقفل. نقفل. بعد كنا ندوس ناكست. اتلاحظ هيتخطي للصفحة على طول. كنا ندوس ناكست. كنا ندوس ناكست. كنا بقى حينزل ويندوس 11 على الجهازك. بنزل ايه الابديت عادي وفيش مشكلة. وهو اني نزل لتعريف الكات الشاشة اهو. بعد بقى نزل كات الشاشة شوف الستارت كل حاجة يتغير. بنزل تحديثات عادي. بعد ما نزلنا كات الشاشة تعريف كات الشاشة. اه خلاص اهو. الشاشة ضيالة دي وشغال فروتش دي. كل حاجة تمام. كل حاجة تمام هو. كنا نزلنا ويندوس 11 على الجهازة القديمة. طبعا اه بدون اي كراك واي حاجة. بالنسخة اه اصلية من الماكروسوفت. طبعا انا لو افضل كراك خالص. انه حتى انت لو باستخدامت بدون كراك اه اه اي اه اتبلك بس انه الانبع المائية على جنب الشاشة. بس وتاخد ميزات الويندوس كلها. في انت لو مش عايز تشتري الويندوس في الافضل انه بتعملش الكراك عشان تبقى فيه فيروسات والحاجات دي كلها. لو احتاجتوا اي حاجة كتبقي في التعلاقات وهنا نجابكو عليكم ان شاء الله مع السلامة.